مساكم الله بخير وحياكم الله في اليوم السابع حلقتنا الليلة شوي مختلفة عن إطار اليوم السابع في كل موسم أنا أخذ لي حلقة أو حلقتين عن الرياضة مع أني أنا ما أفهم فيها وائد مع أني أنا يعني ما أتابعها بقوة وبشغف ومارسها لكن يعني ما أنا أختص ما أنا خبير فيها لكن الواقع الكويتي والواقع العالمي يقول أن الرياضة جزء أساسي من الحياة وجزء أساسي من الاقتصاد وجزء أساسي لما حاربت الأمراض السمنة أمراض حتى كان جزء من حملات مكافحة المخدرات أن يكون فيه تركيز على الرياضة من هذا المنطلق ومنطلق أن التنمية لازم تكون أنها شاملة تشمل الاقتصاد والسياسة والثقافة والرياضة حقيقة سعدني اليوم استضيف الكابتن السابق أو اللاعب الدولي وائد سليمان وهو غني عتريف أنا ما أعرف أكثر منه معروف في اليوم السابق حياك الله أستاذ وائد حياك الله أبو فهد طبعا أشكرك على هذه الاستضافة وشرفني أني أكون ضيف عندك في هذا البرنامج المميز أبو فهد سؤالي عن رياضة لازم يبدأ بما تنبأ فيه بهم عن خسارة نادي جهرة 4-0 وما صارت الخسارة هذه شنو تعليقك؟ والله الخسارة 1-0 أو 4-0 نفس الشيء بالأخير الجهرة يمكن كان يطبح أن يأخذ حتى المركز الثاني ولكن في هذه الخسارة يمكن تراجع المركز الرابع وأعتقد أن أبو محمد يمكن تنبأ على معطيات معينة هو طبعا لعب منتخب سابق وأعتقد أن أقرأ المعطيات أن نادي الجهرة سيخسر وأنا أيضا توقعت الخسارة لنادي الجهرة سنو، هل هذه التوقعات والتنبؤات صارتك كأنها شيء معروف في الألعاب الدولية؟ والله شوف يعني إذا نتكلم كرياضيين أو كلاعبين ندخل بطولات وندخل معسكرات ونشارك في مباريات في بعض المباريات وبفهد وبعض البطولات تعرف أنك خسران فيها قبل أن تدخل بطولة أو في مباريات يعني تعرف نتيجتها قبل أن تلعبها وفي مباريات أو بطولات راح تقول أني أنا والله راح أحفز لهذه البطولة وفعلا تدخل ببطولة وتحقق نتائج ممتازة ليش؟ بناء على معطيات سابقة من معسكرات من دوري من إعداد من مدربين من أموشيرين فهذه دائم تعطي اللاعب أو تعطي الفريق تنبؤات أنها تكون موجودة والنتيجة تكون أغلبها معروفة لا أقصد لجوء للمنبئين للسحرة تذكر قبل كان يروحون حق سحرة يحطون شي عند القول يعني هذه الأفارغة يمكن نشهرين فيها طبعا يسوونها؟ يسوونها نعم يسوونها يعني أنا خلنا أقول لك حاجثة من موضوع السحر ما السحر كنا في تصفيات سيؤول في الكويتيني كان الشهيد فهاد لحمد رحمة الله عليه مباراتنا مع العراق فقال جمعنا قبل مبارات وقال أنا جبت لكم طبعا شغلة لا شغلة أن راح تفوزون فيها وكل واحد يلمسها فاطلع المسباح مسباح قال كل واحد يفر كبيدة عشان أنفوز طبعا هي من باب الدعابة ولكن أيضا حنا يمكن أنا وعبد العيز الهاجري أيضا ما كنا نؤمن بهذه الشغلات وكذا حنا الوحيدين اللي ما وفزهم المبارات وسجلنا هدفين أنا وعبد العيز الهاجري فهذه من باب الدعابة تكون فبعد المبارات قلنا حق الشيخ فهاد رحمة الله عليه قلنا رأي شوف الفائد ترى صحرك باطن ولا تستعمل برة ثانية فهذه تكون مرات من باب الدعابة أزين أبي تكلم عن يعني وغايد محاورة من يوم حاطها أبي تكلم عن وضع رياضة في الكويت يعني أبي كنت تتفهمني اليوم في ملاعب رياضية تتأجر بالساعة وهذه الملاعب مشغولة 24 ساعة يعني نصحها بالتعبير وبالويكند ممكن ما تلقاك ملاعب وهل ملاعب على كثرها ما في حجز ما تلاحق وفوق هذا أنا عندي انتكاسة رياضية يعني انصح هذا التعبير لأن أنا ما فهم في رياضة ويد أنه والله ما عندي لاعبين اللي أقول عنهم لاعبين شون أربط بين الصورتين هذين شو بداية المفايد أنا خلي بس أضيف معلومة على المغدمة أنه كانت قلت أنه والله حاليا الرياضة جزء من التنمية من التنمية أو من السياسة أو من الاقتصاديا أو كذا أنا أقول لك لا أنا أتكلم عن عامل أساسي موجز عامل أساسي لأننا ما ننظر للعامل هذا أو الجزء هذا بس بالكويت حلنا ننظر عليها عالميا تعتبر حاليا عامل أساسي مثل ما تفضلته بفهد كلامة عدل وبالعكس يمكن كاستثمار يمكن نشوف أراضي حاليا أول كان الواحد يمكن يبني عليها عمارة خمس ستة دوار الحي لا ترك المفهوم هذا أصبح يشترون أراضي ويأجرونها وما نلقى يعني طبعا يمكن وقت فراغ واحد مع أن فيه أيضا أضيف المعلومة مع أن فيه وزارة التربية قاعدة تأجر ملاعب الجمعيات التعاونية قاعدة تسوي ملاعب وتجهزها وقاعدة تأجر أجرات ربزية ولكن نشوف ما فيه إقبال ليش بفهد بداية كوزارة التربية أو كجمعيات التعاونية ما فيه إعلاميا أنه والله عندنا ملاعب أيضا وزارة التربية محكورة يمكن على فئة معينة يمكن العاملين بالمدرسة أو اللي عاملين بالمناطق هم اللي عندهم بس الفكر هذا بعدين نشوف حاليا بفهد طبعا كردة فعل أولياء الأمور ما أصبح فيه عامل الجذب للعامل الرياضية يمكن الصراعات كان لها دور كبير يمكن بعض التصرفات الشخصانية من بعض المدراء من بعض اللاعبين أو من بعض المدربين اللاعبين ونتكلم عنه ما نتكلم عن الفريق الأول نتكلم عن المراحل السنية أعتقد أنه فيه نفرور كبير من واقع تجربتي من واقع أن يكون من قريب عند القطاع هذا فيه نفرور كبير من الأولياء الأمور من النوادي من النوادي ليش؟ عدم تعامل المدربين المراحل السنية أو المشرفين أو الإداريين مع اللاعبين من ناحية حسن الألفاظ من ناحية تصرفات من البعض الأخلاقية عدم الاهتمام يعني تخيلوا مفايدة الحين حتى الباصات أغلب الأندية وقفت الباصات كان أول اللاعب كل فريق كان كمرحلة سواء غدم أو سلة أو يد كان عنده باصات ينغل اللاعبين لما غير عملهم بالأكس حاليا أغلب الأندية ما فيها باصات أيضا هذا عام المؤثر ما أصبح يخلي اللاعب يوميا يتمرن أصبح الطالب أو الطفل متى يروح يروح بوقت الفراغ أو بالعطلة الرسمية يروح يقضي وقته بالملاعب هذا كون أنه ما عنده ضغوطات يرعب على كيف ما يتغيد المركز معين أعتقد هذا مشكلة كبيرة نفس السؤال بصورة ثانية نعم اليوم أنا أقول عن الكرة البرازيلية أن كل حي في البرازيل في لاعب كرة نعم ولاعب كرة متميز نعم أنا اليوم رغم هذه الملاعب الكثرة عندي رغم أن أنا اليوم مطلع على هون باشرة أن أشوف أحسن أكاس ودوريات أوروبا مثلا فوق هذا مو قعد أسمع أن عندي لاعبين بمستوى لأسمع عنه في الدول الثانية صح؟ صح كلامك أمية بالمية صح بفهد إحنا إذا بنتكلم ونرجع للذاكرة كانوا أغلب نجوم منتخب الكويتي مو بس كرة الغدم باليد بالسلة بالطائرة بالغدم المنبع ما لهم وزارة التربية كمدارس ومراكز الشباب هذه مراكز الشباب والثنوية اللي لحق عليها أولا بفهد كانت الجماهير تحضر بالألاف وكانوا يختارون النجوم المويزين من مراكز الشباب ويختارون من وزارة التربية يعني أنا بالنسبة لي طلعت مركز الشباب الجهرة نتكلم حاليا المفاهد الآلية اللي شون تغيرت أو تغير اختيار اللاعبين إذا أنا بتكلم عن دور وزارة التربية دور وزارة التربية لما يكون مثلا على سبيل المثال في دوري فصول بالمدرسة المدرس يسوي منه لاعب نادي ياخذ لاعبين الأندية دوري مدارس نفس الموضوع دوري مناطق تعليمية يتم إشراك لاعبين الأندية فما يعطون فرصة منه للمواهب الثانية أنها تشارك فلاعب المدرسة هو بالمنتخب أو بالنادي نفسه يلعب بالنادي وين الحلقة المفهودة في لاعبين عندهم مواهب ولا تنموا قاعدين ياخذون فرصتهم أيضا مراكز الشباب ناس الشيء أنا أعتقد أنه فيه غانون ويقول لك إذا أنت مسجل بالنادي ما تلعب مثلا مركز الشباب زي أنا مسجل بالنادي النادي ما يريد أشطبني لأي ظرف من الظروف أعطني فرصة كأنني أشارك مركز الشباب وأبدع وأبين مواهبي علشان أني أخذ فرصة ثانية يمكن بنادي ثانية فأنا أعتقد أنه الاهتمام أيضا من هالمركزين مراكز الشباب وزارة التربية أعتقد أنه دورها مهمة اجتماعا مزين في فترة من فترات كنت في عضو اللجنة التقالية لإدارة التحاد كويت كويت الغادم عبي أنا أتكلم عن الموضوع هذا من يصنع اللاعبين هو من يصنع الإنجاز هو متسبب في الخسارة شلو تقييمة في الوضع هذا حنا ما نقدر بفهد نحط أمية بالأمية اللوم على الاتحاد لأن بالعكس بالأخير حنا عندنا مطبخ اللي هو الأندية الأندية دورها ما يكون مكمل الاتحاد يكون دورها مكمل للأندية لكن الأساس الأندية الأساس الأندية من ملاعب من تدريبات من اختيار اللاعبي من تجهيز الفرغ من أمور كثيرة الاتحاد أيضا عليه دور بس مو على دور رئيس أيضا الاتحاد مفروض يكون عنده خطة معينة يكون نهجة واضح يكون عنده ستاف مدربين يكون عنده معسكرات يتم اختيار اللاعبين بطريقة ممتازة يتم اختيار مثلا حتى الكادر الطبي حتى الكادر الإداري حتى المشرفين أعتقد أن هذه عملية متواصلة وأعتقد أن نتكلم عن 70 أو 60% الخلل بالأندية و30 أو 40% الخلل من اتحاد كرة الغدر زين خلل أندية هذا ناتج من صراع سياسي من خلل في القانون من سلوكيات مثل ما قلت سلوكيات المدربين أو المشرفين أو اللي هم علاقة مع اللاعبين من وين شوفوا بوفيت نتكلم حنا عن الخلل الخلل طبعا رح نتشعب فيه وأموره متشعب حنا بس لازم نتكلم أو نوقف عند شغلة مهمة وشغلة يعني فعلا هي طبعا الأساس حنا نشوف كثير من الناس بالمغابلات أو بالمناظرات أو بالبرامج الدفزيونية يقول لك نبي ناس رياضيين ولكل طبعا ينتكلم زين أنا هني شنو مفهومي للرياضي حلو أنت لو تجمع أثنين يا أبو فهد تقول شنو مفهومك للرياضي حلو وشنو مفهومك للرياضي ما راح تشوف ألا واحد يتفق على مفهوم الرياضي مفهوم الرياضة بالكويت عندنا أنا موجود أجيب ربعي أعتبرهم رياضيين هذا اللي حاصل بالأندية حاصل بالاتحاد حاصل أيضا بالاتحادات حاصل بالهيئة العامة للشباب بالرياضة هذا حاصل بكل مؤسساتنا الرياضي يا أبو فهد الرياضي قاعدين نصنفه وقاعدين نحط له شروط على حسب تبعيته وعلى حسب ولا ألنه للأسف هذا أنا أعتقد أنه ممكن تسعين بالمئة من الأسباب عدم تصنيفه وعدم تعريف من الرياضي علشان شذيه كل واحد يجي بو فهد يقعد يقول لك أنا والله أبي ناس رياضيين من الناس من الرياضيين هل اللي زاول كرة تخدم هل اللي كان لاعب منتخب هل اللي كان عضو سابق هل اللي نجح إداريا بشركات أعتبر أنه رياضي وإداري فأنا أعتقد أن التصنيفات هذه بو فهد التصنيف الرياضي أعتقد أنه دور شبير في تدمير مفهوم الرياضة وتدمير مفهوم الرياضيين وكل الأطراف التشابه للأسف أنها دائما تجي بالناس اللي ولائها لمجموعة ماينة هذا نفس الأزمة نحن نعاني منها أنه منه الإعلامي اليوم الإعلامي اللي قاعده على الشاشة اللي يكتب المخرج إعلامي المدير قناة مو إعلامي هذه النفس الإشكالية بفاهد حمنا أيضا نتكلم مدام تطرف حق هذا الموضوع أيضا حمنا إذا بتتكلم عن المجال الرياضي حمنا عندنا حاليا للأسف فوضى إعلامية رياضية وفوضى إدارية رياضية ما كنا نشوفها في السابق كنا أول المدرب مدرب الإداري إداري الصحفي صحفي الحين صرنا للأسف بتاع كله تشوف مدرب معلق تشوف مدرب محلل بالغنوات على طول قاعد تشوف عضو اتحاد يحلل لي دوريات أجنبية تشوف معلق مراغم مباراة تشوف رئيس تحرير مغدن البرنامج هذا يعني شون أبو فهد يعني عفوا أنا أبكسب احترام المشاهد شون أبكسب احترام الجمهور شون أبوصلهم المعلومة اللي مفروض أني أنا أغنع فيها المشاهد أنا أبو فهد مفروض أن أكنت كمدرب دورك بالملعب ما يمنع في لغاء معين نعم أجي أسضيف كضيف أنا كمراغم مباراة يعني انت خيل مراغم مباراة مراغم مباراة معلق عوضوا مجلس إدارة تحللي بالغنوات أنا أعتقد عندنا فوضى إدارية وفوضى إعلامية يعني لابد أن كل واحد يحترم مفاهد تاريخة كل واحد يحترم إنجازة كل واحد يحترم الجمهور يحترم عقله الجمهور يعني صارت وياضة مهنة من لا مهنة له أنا ما نتكلم مهنة مهنة بس أنت يا صاحب الاقتصاص خلك في مجال عملك عشان الناس تحترمك بالإضافة إلى الشغلة هذه نشوف طبعاً الألفاظ يا أبو فهد نشوف الغلط أنا بإمكاني الآن أقعد في برنامج هذا وما عندي مثلاً نسي من الناس لأنه ما فيه تكافؤ فرص أقولك يا أبو فهد فيه وفيه وفيه وأقدر أستغل الفرصة بس أنا من باب أنه كمنطلق أنه يكون في حيادية ما أقدر أتكلم عن شخص إلا إذا يكون لحق الرد علي ويفند إدعاءاتي أوكي أكمل هذه الحوار بس بعد فاصل ففاصل وراجع لكم قبل فاصل اتكلمنا عن وضع رياضة في الكويت عزوف مثلاً عدم وجود لاعبين بالشكل المحترف ما بيانا أقول كلما أسيء لأحد مع كبتن وأسليمان قبل أن أبدأ هذا الحوار الثاني من أبي أشيري النقطة أن أتحمد له بسلامة أن أمس كان نريض كان تعبان ويانا اليوم ما قصر وكعدت الجهراوية يا أبو معا حلو سهلون يا أبو فهد الله يسلم لك عادة ما أحد يسويها نادر هالأيام إنه مية إذا خالية صراحة وايد أثارت فيني ألا أفيا أبو فهد تكلمنا عن الأندية وقلت أول شيء أول سبب أنه تنفيع شخصي كل واحد يب ربعة ويحتبه مرياضياً نزيل اليوم أنا عندي محاولات لتطوير الأندية قانون صوت واحد عندي خصخصة الأندية يعني هذه غربة لقاعة تصير حق الأندية وعندي موضوع ثالثة لا استثمار في الأندية أو نفس الموضوع هل هذا ممكن ينفع يطور أداء الأندية مفادي إذا أنت بي نصنفها كنقطة نقطة أنا أول شيء نتكلم عن عامل رئيسي وعامل مهم اللي هو طبعاً اللي أنا أسميه الانحراف الجزئي ما أسميه احتراف الجزئي أنا أعتقد أن هذا يعني سوى تدمير ثمانين بالمئة من الأندية من أغلب الأندية الاحتراف الجزئي لأن الاحتراف الجزئي ما علي أسس حسنا نعرف أن أي نظام بفهد لما يتيم تطبيقه يكون لمدة سنتين ثلاث سنوات يعاد تغييمه بالضبط ويكون فيه نعالج السلبيات ونطور الإيجابيات بالضبط للأسف حالياً نشوف طبعاً وكل طبعاً ما يخفى عليه طبعاً بالإعلام أنه فيه تلاعب كبير بالرواتب الاحتراف الجزئي من أغلب الأندية عدم وصل الأموال إلى المستحقين وجود أسماء وهمية أنا أعتقد أنه مفاهد أنا كمجلس أمة أو كهياة الأمل الشراء ورياض أو كأندية مفروض أني أعالج مكامن الخلل بعدين أروح حق الخصخصة كآخر علاج ولكن لما أنا بفهد أقول والله أن الوضع الرياضي أو الأندية أو الأتحد أو أي أن كان أن وضعها مزين وكذا وكذا وأروح أقول أجيب الخصخصة أو أجيب الصوت الواحد يعني أنا أقول لك الصوت الواحد إيش راح يسوي حنا عندنا ممكن مثال كبير الجمعيات التعاونية تم تطبيقه بالجمعيات التعاونية أعتقد ونفس النتيجة ما في أي تطوير نعم أنا ويا الصوت الواحد ولكن هل الصوت الواحد راح يطلع للأكفة أنا أشك في حال وجود العدد هذا أو العقلية هذه من بعض الجمعيات العومية أنها ما راح يطول إذا حنا نتكلم عن الخصخصة أو فهد نتكلم عن حلول أنا أعتقد أنه في حلول أو فهد يمكن رجل الشارع يمكن يطرحها أنا أقول كمجلس أمه أو كهاء عامة الشباب ورياضة مفروض أول شي الاحتراف والجزئي إذا أنا بغضي على 80 أو 70% من المثالب ومن العيوب اللي فيه أول غرار مفروض أن أموال الاحتراف والجزئي مفهد تروح من الهيئة العام للشباب ورياضة إلى حسابات اللاعبين مباشرة مو من خلال نادي هني ما يكون فيه تلاعب ما يكون فيه حلقة يتوصل بالنادي وبعدين النادي يتصرف فيها أي أمر كان أنا ما أقول لك والله أني تجاوز له ولكن في بعض الأندي عليها التزامات تسكرها واللاعبين ينطرون شهرين ثلاثة أربعة ويكون فيها تلاعب هذا شي طبيعي الأمر الثاني بفهم مفروض أن كل نادي يتم تخصيص له من خمس إلى ست لعبات معينة تعالي يا نادي الساحل لك خمس ست لعبات نعطيك ميزانية تابعي سبع لعبة هذا أنت تتحمله حسنا ما نعطيك كلاعبين فهو بالتالي ركز على اللعبات اللي يركز على اللعبات المنتجة ويختاروا مشرفين وممتازين ويختاروا المدراء أصحاب اللعبة فما يكون الوقات على كل اللعبات فما تكون العملية مفتوحة ويتم تركيز على خمسة لعبين تسجيل اللعبين مفهد خلتكلم عن كرة السلة لك يا كرة السلة خمسة عشر لعب كان احتراف جزي بعد الخمسة عشر لعب اللعب حتسمع لك عشرين لعب الخمسة أنت تغطيها من ميزانيتك يعني إبو فهد ما راح يكون في تلاعب راح يروح كل دينار من حقه حق فعلا اللعب المجتهد اللعب اللي يتمرن اللعب اللي حق غير تيجع يعني يكون يبو فهد فيه عدالة حاليا نتكلم عن الاحتراف الجزئي ما فيه أي عدالة بين اللعبين نهائيا إذا أنت بتكلم عن الخصصة أنا أعتقد الخصصة بفهد يبيلها تشريعات ويبيلها أمور كثيرة ولا راح تكون فيها حاليا عندنا حلول مواقتة خل نبدأ فيها وأنا أعتقد أننا في الحلول توصي أن نراجع موضوع الاحتراف الجزئي احتراف الجزئي مفروض الأموال تكون من الهيئة مباشرة لللاعبين لللاعبين اللعبات مفروض كل نادي يختار لخمس أو ست لعبات يتم بناء عليها توزيع الميزانية تسجيل اللاعبين يكون فيه فلوس الاحتراف الجزئي العدد معين لللاعبين فما فوق هذا يتحمل هذا بالنسبة لبعض الملاحظات وأعتقد أنه فيه ناس أخبر مني وأحسن مني أعتقد أنه عندهم حلول كبيرة خلني أقارن بالوضع الدولي شنو وضع الدولي بالنسبة حق الاحتراف هل فيه مقارنة هل نقارن من الوضع الخليجي لا ما فيه شيء يسمى احتراف جزئي وبعدين مفاهد أنت بتتكلم عن احتراف جزئي مو بس اللاعب اللي قاعد يلعب اللي يتحب الإدارة قاعد يتحب المشرف قاعد يتحب مساعد المدرب قاعد يتحب مو معقولة أنا والله عندي اللاعب يأخذ 400 دينار والمشرف يأخذ 200 دينار أو مساعد المدرب يأخذ 200 دينار أعتقد هذا بعد أيضا ما فيه عدالة الاحتراف وفائد ما فيه شيء يسمى احتراف جزئي ولكن حلنا نقول ما دام أنه على ما قاله الجود من المجود شيء أحسن من لا شيء على غن نحاول نغن ولكن إذا حلنا بنتكلم مفروض الاحتراف يكون مفهوم كامل من حكم مباراة من مساعد مدرب من مشرف من إداري من لاعب أعتقد هذه المنظومة تكون متكاملة وما تتجزى لأنه متى ما تتجزى الشيء أبو فهد ما أعتقد راح نصل لنتيجة لأنه كل عام المهم لاعب مدرب مشرف حكم أعتقد أنه هذه من مغومات النهوض بالرياضة أنت قلت تكلم عن صناعة رياضة صناعة رياضة نعم أن نعطي صناعة هذه حقها مثل ما فيه صناعة سينما مثل ما فيه صناعة بغي صناعة فهد لأنه كل شيء متوفر عندنا كمادة متوفرة عندنا كناس خبراء عندهم فكر متوفر عندنا إداريا في عندنا نملك ناس إداريا أحسن يمكن العقليات بأسيا ما بيأقول بالعالم ولكن بأسيا كفكر وكتطوير مبزين لستثمار في الأندية يعني اليوم كي منع أنه أنا حط مثلا مطاعم لستثمار شو بفاد تكلم عن الحالة السابقة أنتو معرفتك أوكي بالبلدية أو بالهيئة أو بالتجارة أنتو مجهودك أنتو مجهودك ونفوذك أي فيه ناس يجيبون ترخيص فيه ناس ما يجيبون ترخيص الشوال طلع الترخيص هذا النادي معين والشوال ما طلع النادي معين نا ما تدري يعني بيوم الليلة مثلا تشوف إنشاء مثلا مطعم معين بنادي معين مثلا بيوم الليلة تشوف مجمع تجاري ما في آلية يعني 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 شو نقول الهيئة تقول لك والله ما في قانون الاستثمار ما تم الموافقة عليه ممنوع بعد شهرين ثلاثة تشوف الله منشأة موجودة بنادي معين شون طلعت الله العالم ومرخصه فيها كل شي وأعتقد أن فيه عندي يمكن القادسية والعربي والكويت أعتقد استفاده من فترات طويلة بالإثمار وأنا أيد بالعكس أنا أيد مفهد إذا فيه لا عفوا إذا فيه إدارات فعلا ناجحة ومنتجة وفعلا ناجحة بلعابها لأن هذا راح تنجح بالمنشأة التجارية ولكن أيضا الأندي اللي مقعد تحقق نتائج شي طبيعي إنها ما راح تدير المنشآت لأنني كنت كنادي تدير لعباتك وحقق تقدم في لعباتك وخل نتائجك ممتازة علشان تدير المنشأة حاليا أبو فاهد المنشأة مؤملية أني والله نجيب لي مستثمر يأجل ويبشي مفرض أن أنا كنادي أستثمر أسوي لي مجمعات أسوي لي مطاعم أسوي لي عمارات سكنية حتى العمارات السكنية بفاهد لما أنا كرادي ويكون عندي فكر كإدارة مفرض أني أنا أبني لي على أغلب المساحة اللي موجودة أبني لي عمارة سكنية وأسكن فيها المدربين أسكن فيها اللاعبين المحترفين لأن هذا مفايد أن فاتدي كسنويا إش كثر تأخذ من ميزانية النادي هذا فعلا للناس اللي تبت استثمر مو الله يقول لك أفتح باب الاستثمار بأجر على مطعم وبأجيب لي مؤجر وأخذ منه خلو وأخذ منه أجار سنوي أعتقد أن هذه عقلية غديمة وأعتقد أن هذه العملية تحتاج تطوير ومفايدة تطوير مثل ما قلت لك ما يكون بس بالملعب التطوير بالمنشآت التطوير بآلية الانتخابات التطوير بالتعامل مع اللاعبين التطوير بالاحتراف الكل اللي يشمل جميع عناصر النجاح بالفريق زين اللي قلت أثار فيني المواجع إن شون نادي يأخذ تعخيص ويبني منشأة تجارية كاملة وواحد ما يحصل بس عجعت على نفسي وقلت هابل الكويت صلع عن النبي نعم هابل الكويت صح هذا خلني أقول على خسخصة اليوم يعني اليوم الاندستري هذه الرياضية مثلا في لندن أو في أسبانيا خسخصة قبل خسخصة أنت كتاجر كصاحب نفوذ تشتري النادي تبيه وتمارس اللي أنت تبيه وفي جمعية عموية حاصبك نعم وصارت صناعة نعم وصناعة شي خطير يعني ليش ما نحن نقبلها اليوم كتجربة ناجحة شو مفاهد يعني حمنا نتكلم أولا من منظورين نتكلم عن سياسة الدولة وزارة الشباب والإعلام ونتكلم عن هيئة العامة للشباب والرياضة قطاعين الشباب هنا والشباب هنا حاليا إذا أنت بتسوي الخصخصة الشباب وين راح يروحون بعدين مفاهد أيضا أرجع وغانون أنتو كحكومة أو كهي العامة شباب رياضة من الشباب لثلاثين هل في فئات من اللي يقول لنا الثلاثين هل في مثلا غانون يقول والله الشاب لثلاثين حنا هني عشرين يقول لك شيبت نوصل لخمسة وعشرين قال لك شيبت نوصل لثلاثين قال لك شيبت فحنا للأسف نفس الشي نرجع ما عندنا تعريف من الشغل هل هو والله سن البلوق لغاية متى هل هو سن الزواج هل هو إذا اشتغل فأيضا أبو فاهد حنا لما نتكلم عن الخصخصة الخصخصة أبو فاهد أنت لما تمسك نادي كأونر كمالك كمالك ما راح تأخذ فريق الغدم على سبيل المثال فريق أول ورديف وعشرين وتسعة عش وسبعة عش واربعة عش وثلاث ما تقدر راح أخذ واحد راح تأخذ واحد ويمكن تأخذ الرديف الفئة هذه اللي تكلمت عنها اللي أعمارها من عشر سنين لغاية أعمارها عشر سنة هذي أين تروح توح نادي ثاني وكل الأندي أنت بتكلم عن الخصخصة راح تشمل الأنديا كاملة الأنديا هذه مثل ما قلت لك راح تركز على شنو راح تركز على الغدم وما راح تركز على كل اللعبات راح تختار ثلاث إلى أربع لعبات فقط وفي الفريق الأول بس الشريحة هذه من كل فئة أبو فهد من عشر سنوات لغاية تسعة عشر سنة والأعداد كمية هاي لكن النادي فيه خمسة مية أو ميتين ميتين شاب هذي أين يروحون بفهد هل يروحون بالشوارع مراكز الشباب قاعدة نشوفه والساحات ووزارة التربية ما فيه أي خطة الجيد بالشباب حنا نسمع مشروع الشباب وتشجيع الشباب ولكن على الواقع وأنا أسمع برامج وأسمع لغاءات يقول لك حنا حتى الشباب المشاريع قاعدين نسوونها بالواسطات يأخذونهم إذا حنا ما نعرف أحد ما يستقبلوننا ولا يأخذوننا فأبو فهد أنا قاعد أتكلم أنا ما أسمع والله بس كلمة أروح أخذها خصخصة ويلا خصخصة لازم أدرس الخصخصة شنو شنو سلبياتها وشنو إيجابياتها هذا اللي مفروض بفهد يعني أنا مؤمن أن فيه ناس يعني على قدر عالي من التفكير وعلى قدر عالي من مسؤولية أنهم ما يصيرون تعال أقطل الكلمة مشروع الشباب أو تشجيع الشباب وبالأخير أنا قاعد أحارب الشباب وقاعد أقطهم بالشارع أنا أقاطل العراقي نحن نحط شي حلو يعني بالكويت خلنا ناخر آخر كلمة بس بس آخر كلمة وزارت الشباب تهتم شاب بس لواقع ما تشوف فيه لا ما فيه أي مبادرة حضرتك لعبت في قطر فترة طويلة أبي تقاربني من الكويت وقطر كنا بلدين خارجيين ونس المساحة نس المقومات أولا يعني فترة الغزو طبعا لعبت فيها كانت ستة شهر وكانت تجربة ناجحة وكان لي الشرف أن يلعب قطر وبالتحديد أن نادر ريان وتحديد أن تحت رئاسة العمب الشبير الأخ محمد همام اللي ممكن اختلت فيه فترة الفنرات ولكن ما أنكر فضله لأن هذا الرجل صراحة يعني وفر لي جميع السذل وطبعا كان حريص هو يا أخوان اللاعبين والإداريين على راحتي وكان يسأل وكان متابع يعني بفهد بشكل مطبيعي وأمانة يعني أنت كنت بروحك هناك كنت طبعا كان معاي نواف جديد وعبد العيز الهاجري ولكن نواف بس أنت بدون الأهل ولا معاك الأهل لا بعدين جاءوا الأهل الأهل وراك وراك طبعا طبعا يعني هذا طبعا مهما تكلمنا ومهما عجزنا وطبعا كان أيضا رئيس النادي الشيخ سعود بن الخالد أيضا طبعا نعجز عن الشكر طبعا يعني شفنا الاهتمام وبفهد يعني مو بس كاهتمام فينا حتى باللاعبين المحترفين لأننا كانوا عندهم نظام الاحتراف يعني فعلا تشوف يعني فرق شبير يعني بين التزام اللاعبين بين المتابعة لما يكون عندك مثلا أمين سر مثل محمد المحشادي مثل علي العلي هذا كان مدراء كرة بفهد كان اثنين مدراء كرة كان يتابعون الفريق ويكونوا موجودين يعني فعلا كانوا رجالات بفهد على قدر المسئولية كانوا فعلا مع اللاعب كل صغيرة وشبيرة بجميع احتياجات اللاعبين صراحة فطبعا انت تواصل معهم لليوم؟ شون؟ متواصل معهم لليوم؟ والله غليل يعني مو من تسعين لليوم لألفين وخمستعش شون القفزة اللي صارت برياضة الغطرية شو بفهد؟ حسنا نتكلم عن الرياضة الغطرية طبعا أنا ما غيم الرياضة الغطرية الأخوان قدموا انجازات عالميا كسمعة وكمباني وكمنشآت وكمطولات من الأربع ما يمكن وهذا طبعا الهدف اللي هم يطمحوا له وكل واحد يطمح حق هدف معين اني والله اني يبابني وكذا فيه هدف عندي معين وأعتقد انهم حققوه وحققوه بامتياز والدليل ان استضافتهم لكاس العالم الفين واثنين وعشرين ان شاء الله وأعتقد ان ارح تكون الدورة هذة من أنجح الدورات اذا حنا بنتكلم مفهد عن نتائج انا اعتقد ان النتائج لا زالت على البداية المبكرة وعلى الميزانيات اللي صرفت اعتقد كنتائج اغلى من الطموح بكثير اذا بنشوف كاما انتخابات مثلا الغدم او الطائرة او كذا طبعا نتكلم عن تجنيس حق مكتسب لكل دولة ولكن ايضا انا استانس لما اشوف مثلا منتخب اغلب لاعبينه لاعبين غطريين بالفعل بالاصل انا استانس كمواطن غطري او كمواطن خليجي واقول فعلا هذا المنتخب الغطري او البحريني او كذا بجهد ابناءه حقه ولكن انا يعني وهذه وجهة نظري طبعا ويحترمها طبعا اي ان كان ويختلف فيها اي ان كان ما حققت على مستوى البطولات الغارية او المحلية او الخليجية حتى لا زالت اعتقد ان النتائج تحبو نوعا زين على موضوع التجنيس يعني انا ما اعرف وايد لكن اعرف ان في منتخبات اوروبا في لعبين من تركيا في لعبين من دول ثانية هل في نسبة والله مقبولة معقولة من هاللاعبين انت تتكلم كغانون مثلا كغانون كعرف والله كغانون ما فيه يعني الغال فيك غانون فيه شروط معينة انا ما يلعب ما كان لاعب منتخب ثاني فمن حققت اني كنت جنسة وتلاعبها ولكن حول انت تكلموا فهد في بعض مثل ما تفضلت كونك متابع رياضة انا ادري بس لا تسوي نفسك ما تلقع رياضة ففي بعض شوفنا كان حاليا كرانيا سويسرة قاعدين جنسون بعض اللاعبين اللي يحتاجونها في مراكز معينة وهذا ما يهم بالعكس يمكن الكويت من اوال الدول يمكن عالميا اللي جنسة اللي جنسة اللاعبين وهذا مو شي مو شي غلط صراحة زي لما تقول لي والله منشآت وقعت تتعب من منشآت انا كمشاهد بسيط او يعني كمحاور يقول والله افريقيا ما عندها منشآت وايد فوق هذا عندهم متخابات على مستوى عالي هل هذا صح لا 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 تتكلم عن نتائج انا اتكلم اذا انت بتصديف احداث كبيرة لازم عندك منشآت لا بيزاز يكون عندك منشآت يكون عندك مليا تحتية ويكون عندك طاقات يكون عندك عزاس لما تسوي برزنتيشن لأي بطولة يكون اعضاء الاتحاد الدولي اي ان كان لعبة يشوفون البرزنتيشن يشوفون الملاعب يشوفون التجهيزات وبناء عليه يعطونك الاستضافة او انك تدخل كمنافس بس هذه ما لها علاقة بالنتائج اذا انت بتكلم عن نتائج لا هذا موضوع بفهد موضوع المادة وموضوع المنشآت وموضوع الامور ثانية انا اعتقد هذه الشماعة ان والله الاسباب الحقيقية ان والله انا ما عندنا منشآت وما عندنا مادة تبتكلم عن نتائج انت تكلم عن المادة المادة موجودة بفهد بجميع الاتحادات بالكويت جميع الاندية المادة موجودة ولكن الفكر والادارة للأسف مو موجود فهذا اللي قاعد يخلينا قارني منشآت الكويت مع منشآت دول الخليج قولي أنا مثلا الخامس السادس الأول لحنا الحالي يعني شو بفهد يعني شي يرتفط بشي أنت بتكلم على المنشآت من أي ناحية تأثيرها على النتائج مثلا هل أنت بي أقولك والله إحنا ما عندنا مثلا نتائج بالمتخلط لأننا ما عندنا منشآت طول عمر النتائج ما عندنا تبطأ بالمشآت بالضبط نتائج يبون قاسل خليج إحنا ما نتكلم عرب نحن بفهد نتكلم عنه حاليا مثل بسيط نحن إذا بنتكلم عن المنتخب السوري نتكلم عن المنتخب العراقي نتكلم عن المنتخب الأردني حتى للناس المحيطة فينا بفهد نتكلم عن المنتخب البحريني كمديات أغل وكمنشآت أغل وكدعم أغل ولكن شوف النتائج شوف الأسرار شوف العزيمة إذا بنتكلم عن مواهب أنا أعتقد الكويت من أفضل المواهب اللي موجودة بآسيا ولكن يبقى طريقة التعامل مع اللاعبين والاستقطاب بكمل هذا الحرار بس عن المنتخب بعد شوين نروح المنتخب والبطولات بعد فاصل ففاصل وراجئ لكم قبل فاصل تكلمنا عن دور المنشآت والنتائج وهذا أنا كنت مؤمن فيه أشواء أن الكابتن أيدني فيه أنا أتابع ما أعرف لكن أيدني فيه أنه ما العلاقة من المنشآت في النتائج العلاقة بين المنشآت والتنمية أني أستضيف مثلا بطولات عالمية أني أيب ناس تشوف أني يكون عندي شيء على مستوى عالي يعني أشوف أفريقيا قاعد تفوز في دول أفريقية ما عندها منشآت منتخبنا قبل كان يلعب بساحات رامون وفوق هذا حق نتائج أبي أتكلم مدام صلنا على منتخبنا عن تجربتك مع المنتخب أبي أنا أعرف كشخص بسيط شون دخلت المنتخب شو ابو فهد حنا إذا بنتكلم أنا أوجه كلامي للاعبين الفراغ الصغيرة واللي يقول لك أنه والله يعني المديري بضدنا أو الاتحاض هذا طبعا أمره ثانية إذا أنا بيتكلم عن تجربتي مع المنتخب طبعا أنا تم اختياري في 86 عن طريق الكابتن صالح زكريا الله يطول بعمره العام صالح زكريا اللي فعلا قير مفهوم كرة الغدل من نادي الجهرة اللي لا زال نادي الجهرة يلعب ويحقق نتائج بمفهوم العام صالح زكريا وهذا طبعا شيء ما يختلف على أحد ويضا نزعه من العام حمد العيار اللي يوفره لهو يا أخوان مجلس دارة اللي يوفره له جميع الاختاري وكنا من الدرجة الثانية وراح صالح زكريا والحمد لله فضل الله استمريت يمكن أنا بداياتي كنت أتمرن أنا ونواف جديد كنا بروحنا بالملعب اللاعبين كانوا يتواعدون من المبارات المبارات نشوفهم بالمبارات يخلصون مثل المبارات الجاية المبارات الجاية باليوم الفلاني نشوفهم بالمبارات هذا ما أحبطنا ولا أغلل عزيمتنا ولا أقلنا حني نسوي مثلهم كان عندنا هدف واضح وكان عندنا شيء نرسم عليه وأنا كان هدفي أني لازم أكون لاعب بالمنتخب الأول أساسي ما كنت أقبل أني أكون ضيف شرف ولكن أقبل أني مجرد اسم اختيار أو اختارين وبعدين أني والله أبتعد وفعلاً حطيت الهدف هذا أمامي وكننا درجة ثانية وكاننا يمكن خسر بالخمسة أو بالستة ولكن الحمد لله وفضل الناس اللي دعموني كنت أحد أعمدة منتخب الكويتي وكنت أساسي الحمد لله في جميع البطولات وصلت إلى ما يغرب 111 مبارات دولية ولعبت أبو فهد مع أعرغ النجوم الكويتيين وأعرغ المدافعين محبوب جمعة نعيم سعد وليد الجاسم وحمود الفليطح باصل عبد النبي عادل عباس سامي الحشاش جمال يعقوم وكنت أساسي وكانوا اللاعبين كانوا احتياط فأعتقد أبو فهد اللي يحط له هدف ويحط له عزيمة ويحط له أصار أعتقد أنه يوصل سواء كان من نادي درجة ثانية أو في أندية المغدنة أنت حين كنت تلعب نادي الجهرة نعم وطارك تروح للمنتخب نعم كنت تلعب مع لعبين منتخب شوفهم بباريات ولا كان بعيد عنك شوان يعني مثلا محبوب جمعة كنت تشوفها باللعب بينك بالكويت يطبع لما نلعب فض بعض مرات لا نتدل مرات يكون الدوري ذمج ومرات يكون درجة ثانية فيكون فيه احتكاك فيه احتكاك زين وجات رهبة أنك تلعب معهم هاللعبين نعم لأني كنت تابع مباريات المنتخب وكنت أشوف النجوم وكنت أقول بيني ونفسي لازم ألعب مع المجموعة هذه ولازم أكون من ضمن الفريق الأساسي ولا أقبل أني أصير احتياط وفعلا الحمد لله يعني قدر تحقق الهدف ما تحصلنا ضغط أنك كنت تلعب يعني تحت اسم المنتخب نعم حصلت ضغط وأول ما تم احتياري للمنتخب أعتقد الوسائل الإعلامي شوية يمكن تكلمت عن صالح زكريا أني كنت ماخذة مجاملة كون أنه من نادي الجهرة وتبي أنه والله تمسك نادي الجهرة لأنه كان يعانا صالح زكريا ولكن الحمد لله صالح زكريا كان عنده شجاعة وكان عنده مسؤولية وكان عنده نظرة باللاعب أنه فعلا لما يقول لك هذا لاعب فعلا راح يطلع لاعب وأعتقد أنه لاعبين كثير من صالح زكريا صنعهم وكان له رؤية واضحة فيهم زين حققته بطولة الخليج في سنة التسعين هذا قبل الغزو شو ما تتفعلها يعني اللي ما يعرف في الفترة اللي ما يتابع طبعا حنا من نتكلم عن أبو فاهد حنا للأسف من بداية المنتخب من بداية تأسيس منتخب الكويت لعاية خلنقول اليوم تقريبا بحدود عندنا أربعين مدر تقريبا كأحصائي أنا سويتها ذاكت باليوم شفتها يعني بعد مو سنة تسع شهور ثمانية شهور من غيرة من غيرة هذه كمعدة العام طبعا أيضا دورة الخليج كان قبلها بطولة الصداقة والسلام وكنا مهيئين للفوز وقدرنا نحقق المركز الثالث ما قدرنا نفوز بالبطولة بعدها طبعا دخلنا في معسكر لمنتخب لدورة الخليج أيضا تم تغييره مدرب قبل البطولة يمكن شهرين أو شهر تقريبا تم الاستعانة في لبس كولاري صارت أمور بو فهد يعني كون أن تدينت الوضع شوية حساس المنتخب العراقي كان مشارك مبيت النية للانسحاب المنتخب السعودي كان في بعض المشاكل وبعض المواجهات بين المنتخب السعودية ومنتخب الكويت أو بالأخص فهد الأحمد على موضوع التعويذة ما تعويذة تم الانسحاب أصبحت الأجواء مشحولة بفهد على أرضنا بين جمهورنا تحدي بين الشيخ فهد الأحمد وبعض الدول على الفوز بالبطولة يعني دخلنا بجو أمانة شوية كان مشحون تغيير أيضا المدرب يعني كنا مستغرين مع المدرب وشوية يعني تعلمنا طريقته فجأة تم تغييره وتم الاستعانة بلاعبين نادي لعب المدرب السكولاري أيضا صار ضغط عينا كلاعبين أن المدرب هذا راح يجي وراح يجي بلاعبين غادسية كلهم ويلعبهم أنا أيضا من الناس اللي توقعت لمالعة في هذه البطولة كون أن المدرب خلاص راح يجي ويلعب اللادي الغادسية ولكن الحمد لله تسهلت الأمور طلعنا مع أسكر مصر شوية كان فيه تآلف المجموعة اللي كانت موجودة فعلا كانت ممتازة الشيخ طلال الخالد للغاية بالخير كان رئيس لعب دور شبير في تهدئة الأوضاع كان بعد مع الأمأس التقي أيضا كان لها دوره الشبير طبعا ما ننسى دور الشهيد فهد أحمد اللي كان نتابع كل صغيرة شبيرة أعتقد أن هذوري بخبرتهم قدر أنهم يهدون الأمور قدر أن يقعدون مع المدرب قدر المدرب يسوي توليفه وقدر أن يسوي فعلا تشكيله دخلنا البطولة وقدرنا نقدم مستوى مميز وفزنا في هذه البطولة عن جدارة وحسبناها قبل البطولة يمكن مباراة أيضا صار فيه انسحابات متخب العراقي انسحب فكل هذه الأحداث يمكن أنا شاركت هذا مقبول أنه مدرب عالميا أنه مدرب ما يكمل سنة كاملة سنتين لا هذا مقبول أنا قاعد أقولك عن 40 سنة تقريبا كل 6-8 شهور معدل مدرب بس قاعد فوز أنت قاعد فوز طبعا أنت حققت في حقبة معينة لأيام كارلس من 79 لغاية 82 هذه حقبة طبعا استثنائية استثنائية لأن لاعبين مستغرين لاعبين نجوم في صف ثاني يحسب من الصف الأول استغرار إداري استغرار فني طبعا هذه تشيلها تشيلها كون أن كل الظروف كانت مواتية أنهم يحققون هذه النتائج بس عالميا موها مقبول طبعا شي طبيعي عالميا مو مقبول يا أبو فهد لا يعني نتكلم حنى حنى ألمانيا أبو فهد من يمكن تأسس كرة القدم أو من تم إنشاء منتخب لغاية الآن يمكن 7 أو 8 مدربين المعدل من 8 إلى 9 سنوات كل مدرب تقريبا يعطون فرصة يعطون فرصة نعم مزاني شو تقيم اليوم الأزرق اليوم في الفترة الحالية شو أبو فهد أنا مثل ما قلت لك بداية الحوار أنت أي بطولة أو أي مبارات تدخلها تشوف العداد اللي قبل هل هو العداد مميز هل فعلا العداد ماشي صح الوقت هذا تقيس أو تبني نتائجك على المعسكر على الالتزام على اختيار اللاعبين اللي أنا أشوفه وهذا رأيه شخصي ممكن لحد يختلف معاي من التحاد أنا أقول ما تم تغير أي شي لا بالآلية آلية اختيار اللاعبين لا بالآداء لا بالمدرب ولا طريقة المدرب يعني أنا ما وديني أتكلم عن المدرب ولكن ما دام استطفتوني وتطرقت حق الموضوع أيضا من حق الجمهور أنه يعرف رأيه طبعا أنا أحمل النسبة الكبيرة الاتحاد الكويتي للكرة القدم لأن المدرب مو هو المفرض يحط شروطه مفرض الاتحاد الكويتي يحط شروطه وفق مصلحة المنتخب ولكن يا أبو فهد أنه مدرب يقعد برا الكويت يكون محلل إلى غنوات معينة ما يتابع الدوري ويقول الله مساعديني نعم مساعدين هذا متى تحصل لما يكون أنت عندك منتخب محترف لما يكون عندك منتخب محترف نعم أنت يا مدرب فعلا تقعد وينما تقعد أوكي ويكون في عندك مساعدين والمساعدين بفايد مفرض يروحون ويتابعون ويطالعون ولكن أنت يعني أنا بفايد أنا أستاء أمانة أننا صرنا منتخب الكويت ومنتخب الأزرق أننا عندنا هالنوعيات من نحن المدربين المدرب اللي قبله كان يقعد لي بالإمارات عنده أكاديمية وما نشوفه إلا وقت الاستعداد ومو كل مرة يجي نجي نقول له بنصلح للأسف يعني والله العظيم يا أبو فهد أنا يحز فعلا بخاطري لأني أنا كنت من 85 لغاية 96 بالمنتخب ما مرأي لنا بالأشكال هذه من المدربين ما احترامنا لتاريخهم وأمر الشخصي أنا المدرب تطلع عندي تكلم لي بأبو إثمر صحفي والله أنا الوطن وغناة الجزيرة وصلاتي ومنتخب الكويت شنو المنظور هذا يا أبو فهد شنو آلية الاختيار شنو آلية التعامل مع اللاعبين فأنا أعتقد أن أبو فهد مزين شتوقع حقا منتخبنا من أين ناحية كاس الخيجي أنا مثل ما قلت لك الأمور قاعد تمشي غلط الأمور قاعد تمشي غلط اللي قاعد يصير غلط ما بنينا شي صحيح الركام اللي سواه فييرا يعني أنا أول مرة أشوف مدرب يهاجم الاتحاد بمؤتمر صحفي ويتكلم عليهم ويكمل بطولة يعني فعلا هيبة الاتحاد طاحت هيبة الزرقة طاحت هيبة المنتخب الكويتي طاحت وعتقد يستمر الحال هذا إذا راح يصير شي راح يكون اجتهادات فردية لا أكثر مو خطط مو خطط مفاهد يعني عفوا أنت ممكن تتكلم أنتك بعيد عن الرياضة هل أنت شايف خطط كونك بعيد عن الرياضة هل أنت شايف هدف واضح هل أنت شايف معسكرات هل أنت شايف اختيار فعلية واختيار حق اللاعبين نخف صلح نيفة أنا غلطان حتى اللعب قبل في الحقبة الذهبية ما كانت الخطة يعني وائد مكسومة نصف مليون نحن نشوفها مع باشلونة ومع نوادي ما نتكلم الخطة داخل الملعب ها ما نتكلم تحتك أنت عن خطة تأسيس أنت ما تجيني عفوا تأسيس لي تعد لي إعداد منتخب لمدة شهرين أو لمدة شهر وتجيني بالمباراة والله ليش خسرت والله ضيئت كرة والله مفروض اللاعب غلط بالكرة هذا كلام يا أبو فهد محبط هذا كلام الإنسان خالف ترامي الفاشل قلنا ونعيدها إذا أنت بتفوز ببطولة أو مباراة لازم يكون عندك إعداد صح علشان تفوز لأنك لو عديت صح اللاعب هذا ما رح يضيع الفرصة زين شفاك باللي قالوا أن ملاعبنا ما تصلح للصفافة تكاسر الخليج أو اللجنة الخليجية فهد ملاعبنا ما تصلح حتى حق الدوري حتى حق الدوري ما تصلح نتكلم بو فهد عن الملاعب الأرضية يعني أنا ما أنا عارف يعني أنا أتفاجأ ذاك اليوم الملعب الجارة زرت اللاعبين يعني صراحة استانس نوعا ما ولا وإني شكيت إن الأرضية والله خضرة لون يعني أنا قلت والله مش هالمهندس اللي بيومين لأنه حاضر مباراة السيب كانت الأرضية تعبانة قال لا والله الهيئة جو وصبغوا الملعب هذا مفايد حنا وين قاعدين بأي زمن حنا قاعدين يا بو فهد أنا أجي أصبغ أرضية ملعب يعني أنا ما نعارف هل هذا فعلا فكر ناس مسؤولين عندنا بالدولة حنا نتكلم بو فهد إنذا أنت كانت اتحاد غدم وإذا أنت عندك لجانة انضباط وقاعد تمشي بنظام احترافي إذن طبق الاحتراف كله يعني أنك مفايد طبق النظام الاحترافي كله أو أنك ما تجزئه يعني أنا أسمع برنامج اليوم وأنا جايكم بالطريج وأحد الأخوة التصم في برنامج رياضي قاعد يقول له أنا بقى أروح الملعب يقول رحت الملعب كراسم غبله يقول أول مرة وآخر مرة بدأ شماله أنت كاتحاد مفروض يا بو فهد تدش مثل ما عندك مراغب إداري وعندك لجتين ضباط وعندك مراغب مباراة وعندك مراغب حكام أجي أحط لي مراغب مثلا على الخدمات هذا الشيء النادي مثلا شنو الخدمات المنتوفرة للجمهور شنو الخدمات المنتوفرة حق الصحافة شنو الخدمات المنتوفرة حق اللاعب اللاعبين الضيوف أو الفريق الضيف إذا النادي ما يلتزم في معايير معينة أنا أمنع أن يكون في لعب على الملعب هذا تقول لي والله قلة مناعب هذه مشكلتك لأن أبو فهد خلنا نشوفها بعد اللجنة للانضباط ولا أني أنا لي ما أخذ كبير على الانضباط وعلى المفروضة ولا شيء بفاهدي يكون فيه توعية بعدين أطبغ الغانون ما أجي أطبغ الغانون على طول مثل ما إحنا شفنا بعض الأندية أو بعض اللاعبين الإداريين شوية مسكوا نفسهم عن التصريحات صدقني لما تحط غانون أو لما تحط انضباط على الخدمات اللي موجودة صدقني النادي راح يوفرها والدليل بفاهد نادي الجهرة أول ما وافقوا على مبارات السيب بيومين حطوا الصحافة فوق الكاميرات فرشوا كل شيء زل عزك تكرم الحمامات كلها سووها هذا مثال بسيط هذا أقل شيء يعني أنا للأسف لما تقول لي أنت شذي أنا لحوارة مبارات مثلا في بريطانيا مثلا أو في أمريكا أغل في مكان تشتري من الماء تشتري على أغل مثلا وجبات وفي شو وفي ملابس يعني أنت تستمتع هالساعتين ما نبي شيء هذا أفد هالنبي كرسي نظيف بس هذا المتفرج يبي كرسي نظيف يقعد عليه الوقت مر معاك بسرعة حديثك فيه شجون رياضي قوي بس إن شاء الله فيه أمل إن شاء الله إن شاء الله نحن بشوف متأجيها إن شاء الله شاكي وجودك معنا اليوم رغم الإصابة رغم المرض ما تشوف شركة أبتن إن شاء الله ما يجيك إضافة جميلة اليوم ما قصرت إحنا بس نري معاكم بإذن الله تعالى نشوفك مع الخير في ملا اشتركوا في القناة